الجلد والهيكل الخارجي لكلب السمك كلب السمك هو أحد أنواع أسماك القرش الصغيرة فهل تعلم ما هو أهم ما يميز الشكل الخارجي له؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً يتميز كلب السمك بالشكل المغزلي والذي يتكون من ثلاث مناطق رأس منضغط من أعلى إلى أسفل جذع وذيل مستديرين كما توجد عين على كل جانب يحرسها جفنان وخمس فتحات خيشمية والمتنفس خلف العين وهو المسؤول عن إخراج الماء الزائد ويوجد زوج من الزعانف الصدرية والحوضية وزعانف مفردة مثل الظهرية الأمامية والظهرية الخلفية والبطنية هذا بالإضافة إلى وجود المساكتين على الناحية البطنية لذكر كلب السمك وهذا ما يميزه عن الأنثى الجلد رمادي اللون وبه بقع بنية على السطح العلوي ومغطاً بالقشور الدرعية يوجد خط جانبي على جانبي الجسم كما يحتوي على أعضاء حسية لتحديد التغير في ضغط وحركة الماء يتكون الجلد من طبقتين هما البشرة والأدمة البشرة طبقة طلائية حرشفية مصففة ينتشر بها خلايا مخاطية والأدمة عبارة عن نسيج ضام يحتوي أوعية دموية وخلايا صدغية أما عن القشور الدرعية فتتجه للخلف وتتكون من صفيحة قاعدية مغمورة في الأدمة وشوكة حادة تخترق البشرة تتكون القشرة من طبقتين تشبه الأسنان الداخلية وهي العاج والخارجية وهي المينة للقشرة فراغ يسمى بتجويف اللب وهو نسيج ضام يحتوي على أوعية دموية من طبقة الأدمة